أشير إلى أطفال مسلم ابن عقيل بشكل موجز القصة طويلة قصة أطفال مسلم ربما الكثير منكم يعرفها فقط أشير إلى المشهد الأخير من الواقعة وأسألكم الدعاء محمد وإبراهيم أطفال صغار أعمارهم بين ست سنوات أربع سنوات وقصتهم معروفة وضع في السجن فرى إلى أن وقع في يد ذلك المجرب وأخرجهما من بيته بجنب النهر لأي شيء أراد أن يذبحهما أن يقطع رؤسهما ما أراد أن يلوث بيته بدمهما فأخرجهما إلى جانب النهر وإذا زرتم قبورهم في العراق في الامسيب قبورهم قريبة من النهر لأن الجثث مشت في هذا النهر إلى أن وصلت إلى هذه المنطقة توسل به قال يا عم ارحم قرابتنا من رسول الله قال ما لكما من قرابة برسول الله وما في قلب من رحم عليكما قال إذن خذنا فبعنا في سوق الرقيق وانتفع من ثمننا لماذا تريد أن تذبحنا كلاب مشعورها أولى لماذا تريد أن تذبحنا خذنا في سوق الرقيق في سوق النخاسة وبعنا هناك وانتفع من ثمننا قال لا بد من ذبحكم أريد أن أتقرب بكما إلى ابن زياد قال خذنا إلى ابن زياد وهو يحكم فينا قال لا بد أن أقطع رأسيكما قال له إذن دعنا نصلي ركعات قال صليا إن نفعتكم الصلاة بعد أن صليا ركعات فأمسك بالصغير أراد أن يذبحه الكبير ألقى بنفسه على الصغير قال اذبحني قبله لما أراد أن يذبح الكبير منهما الصغير ألقى بنفسه على أخي قال اذبحني قبله بعد ذلك جر الكبير من رأسه وهوى عليه بالسيف فقطع رأسه تلاحظون هذا طفل صغير أربع سنوات ينظر إلى أخيه يذبح تصوروا معي الحالة طفل عمر أربع سنوات بعد مسيرة طويلة من الألم والعذاب والسجن وما رأوه في يوم الطفوف هؤلاء الأطفال كانوا في الطفوف وأخذوا وسجنوا في سجن ابن زياد هذا الطفل بعد أن رأى كل الذي رأى والآن وهو بجانب النار ويرى أخاه يذبح وسال دم أخيه على الأرض هذا الطفل أتدري ماذا صنع ألقى بنفسه في دم أخيه ولطخ نفسه بدم أخيه وقال هكذا ألقى الله ملطخا بدمي ودمي أخيه هذا المجرم أخذ الرأس أخذ رأس الطفل الكبير وضعه في المخلات في الخرج يريد أن يأخذه هدية إلى ابن زياد ماذا صنع بالجثة رمى الجثة في النهر أنا قلت قبل قليل قبورهم في المسيب قريبة من النهر لأن النار بعد ذلك حمل الجثث إلى تلك المنطقة ألقى الجثة في الشط في النهر كتاب السيرة يقولون الجثة ما تحركت بقية ساكنة في مكانها مع أن الماء كان جاريا المفروض أن الجثة تذهب مع الماء الجاري الجثة بقيت واقفة ماذا تنتظر هذه الجثة إلى أن أمسك المجرم بالطفل الصغير وقطع رأسه ووضع رأسه في المخلات وألقى بجثته في النهر هذه الجثة كانت منتظرة الجثة الثانية كتاب السيرة يقولون فاعتنقت الجثتان وذهبت مع مجرى النهر وتلك قبورهم شاهدة سادتي آل محمد السلام على دياركم الموحشات السلام على دياركم الموحشات كما استوحشت منكم منها وعرفات اللهم إنا نسألك بلوعة آل محمد على رضيع الحسين نسألك بلوعة أطفال الحسين بلوعة أيتام الحسين أن تعجل في فرج إمامنا صلوات الله والسلام عليه وأن لا تحرمنا من خدمة الحسين أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين الله صلى الله على محمد وآله محمد وعجل صدقهم وعجل صدقهم وعجل صدقهم اشتركوا في القناة